أنا شرفني والله ما أقول تشرين وروح أبوك وروح أبويا طب أدعى بهم طلب عرض للخضراء أنا ما عندي مانع بس ليش هيلوني النوب تدري تسع سنين ضربة أنا ما عندي مانع حسن تقول العمر كله وأكو نتيجة يا بعمري طبطة وبحيشاك بس الآن الامور يعني الوقت مفتوح ما دل نفتن بش وقت رح ينتهي أما موضوع تشرين أنا أقول لكم ياهو سمعوا ما عندي لا تأمنون بأي طرف سياسي كل من يشارك بالعمل السياسي بعد لا تأمنون به صعدوا على كتوفكم ومع الأسف أنتجت الانتخابات المبكرة هاي المهزلة ثانيا ثورة شبابية خليقوا دوها الشباب لا قبعات ولا حفاظات عفنا من السؤال في هذه لازم نطلع بمحصة لنتيجة ما راح إش راح ينتج الشعب العراقي يعني الله سبحانه وتعالى أو عجزة أرحام حرائر العراق أن تجيب بس الجماعة مع جل الاحترام لهم يا أخي فش لو ومشلبين بعد بيدارة البلد بهذه الطريقة أنا اللي أقوله من خلال قناتكم وحضرتك وكل القنوات الطيبة والكريمة أن يكون هناك تثقيف للشباب مرد بلد بفوضى وحركة واير وطلايب وشهداء وقتل وجرحى ولكن على قل التقدير أن يكون هناك خلي نقول أضراب هسا أدري والله الموظف أدري عايشتك على الله وعراتب هذا فتهمناه بس ما راح تموت جوع إذا نقذت بلد مباشرة أكبر هم راح تهجر وتطلع العراقي يجب أن يشعر بمسؤولية أن هذا البلد هو مسؤولية كل عراقي طيب يا شيخنا والله الكلام كلش حلو أنت قبل قليل قلت والله أنا صفتي حمرة وأنا اللي جمت بس سنوات وكأنه تيدي تقول تلدغل حيا بيدا يخاف من جرت الحبل مو هذه الرسالة إلى الآخر لا أهم يقول لك مو إحنا يعني يعني يحتاج إلى أن نرتقي لا مو هذا مو هذا قصدي تقبل الله أنا ما أتخل عن مسؤوليتي هذا هكذا فهمت لا لا مو هذا مو هذا لا لا عفل مو يعني إذا خالني التعبير لا أعيد لك ياه بصيغة أخرى أنا بدأ أقول صفتي حمرة لا يقول لك رجع علي ورجعت المنصات والهوسة والهادي اللي يش يشبيه المنصات وقفنا عليها نعم جابونا ناس خايسة ذبوهم نصنة واخترقوها مثل ما اخترقوا تشرين وغيرها ولكن بالنتيجة أنا أريد يطلع هذا الموضوع من الشباب أنا أدعم وأقف وساند كل إنسان حر بالطريقة السلمية